السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم نص شعري تحت عنوان الله في البؤثة للشاعر المغربي المنقض بشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم شاعر مغربي القصيدة الشعرية الله في البؤثاء تدخل أيضا في المجال الاجتماعي الاقتصادي الوحدة الرابعة موجهة لتلاميذة سنة التأيداد مرحبا بكم جميعا سنقرأ القصيدة ونقوم بتحليلها حسب المستطاع والله الموفق لنا جميعا الله في البؤثاء كيف المآل إذا تكون الحال بالجوع تقضي نسوة ورجال هذا الضعيف أمامكم مسترحما يرجو النوال فهل لديك نوال هذا أبو الأيتام خلفك سائلا وأبو اليتام دأبه التسآل فعساك تشفق من أليم عذابه وإذا فعلت فربنا فعال آهن آهن لأرملة تقود صغارها والدمع من أجفانهم هطان آهن لها آهن لها آهن لها لو كان يجدي آهن حين يقال ظلت تطوف على الأكف بهم وما أجداهم الإدبار والإقبال وجرت دموع اليأس فوق خدودهم واليأس نعلم أنه قتال آهن لأطفال صغار أو شكت بالجوع تقضي نحبها الأطفال آهن لأشباح تفانى جسمهم فكأنهم لشحوبهم أطلال عار علينا عار علينا أن تموت ضعافنا جوعا وتفضل عندنا الأموال إخواننا الله في إخواننا فببطنهم تتقطع الأوصال الله في البؤساء إنك منهم لو لكريم واهب مفضل القصيدة الله في البؤساء للشاعر محمد إبراهيم شاعر مغربي ولد بمراكش سنة تسعمائة وألف ميلادية ودرس بجامع ابن يوسف ثم بكلية القراويين بفاسة كتب في أغراض الشاعر المختلفة ولقب بشاعر الحمراء توفي سنة خمسة وخمسون تسعمائة وألف ميلادية قبل أن نقوم بتحليل القصيدة لا بأس أن نتطرق كتمهيد للقضية المحورية التي يعالجها النص البؤساء ما معنى البؤساء؟ البؤس البؤس هو حالة نفسي رهيبة من شدة الاكتئاب نتيجة وضعية معينة مميتة محطمة مشكل ما واقع ما تدهور ما ترد ما في حياتك يجعلك بئيسا فالبؤساء مفرطها بئيس والبئيس هو الذي لم تتحق له الحياة لأن البؤس هو الشقاء والإنسان الشقي هو الإنسان الذي يعاني يواجه ويعاني لم نقل يائس لأنه قد يكون بئيس ومع ذلك مزالت له القدرة على مواجهة الحياة وتحديات ولكنه بئيس معنى البؤس هو القهر بهذا المفعول شيء ينتج عن معاناة يعيشها المرة تعيشها قد يكون لك مال وأولاد ومركز ولكنك بئيس تجد نفسك غير محدودا فيؤلمك هذا ويضايقك ويولد لديك الإحساس بالبؤس عدم نجاحك وتفوقك في شيء ما ترغب في الحصول عليه فأنت بئيس لأنه ليس معنى البؤس الفقر الفقر ينتج عنه البؤس البطالة ينتج عنها البؤس الجهل يولد البؤس المرض عدم توفق الإحساس بالأمن جوع كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يعيش وضعية بئيسة لكن الغالب أننا نربط البؤساء بالمحرومين وبالضائعين وبالحيارة ومن هم الناس الضائعين وهم الأرامل لكن ليس الأرامل الأغنياء لأن من هم الأرامل النساء المتوفى عنهن أزوازون ليست كل امرأة أرمل بئيسة الأرامل الفقرات الأرامل المعوزات الأرامل اللواتي ليس لديهن ما يقتات بهن هن وأبناءهن أهن ده أولا حينما نوجه مفهوم البؤس إلى هذا النوع من الشريحة الاجتماعية الأرامل يجب أن نحدد من هم المعنيين بالأمر من هم الأرامل الأرامل من الطبقة الهشة الطبقة الطعيفة المنهكة الطبقة التي لا تعيش الفقر إنما الإملاق هنا تلك القور يصهم هذه النساء بئيسات هن وأبناءهن لأن الأرامل التي لا يترك لها زوجها المتوف معاجا جيدا لأن كثير من النساء العربيات المسلمات المتوف عنهن أزواجهن كانوا المساكين بدون عمل وبقية النساء عرضة للجوع والتشرد والضياع هي وكتل اللحم التي تركت بين أيديها أمانة في عنقها يجب أن تقف على قدميها إن استطاعت الوقوف لتواجه المصير وتنقض من هم على عاتقها وهدف الشاعر نظر إلى البؤساء بزاوية دينية يعني البؤس أو البؤساء يظاهر اجتماعية وظاهر اجتماعية خطيرة تساهم في تواجدها مجموعة من العوامل سياسية اقتصادية اجتماعية حرب اهلية الحروب الأمراض الآفات البراكين الجفاف في البؤس كيكون نتيجة تغير المحيط فجأة نتيجة كارثة محيطة فهو طرح القضية بمنظور ديني اي استخدم الجانب الديني ليستعطف المجتمع لكي يلتفت الى هذا النوع من الناس الأرامل والشيوخ العجزة والأطفال اذا كانت الفئة المستهدفة في قصيدة الضعفاء ضعاف الأرمال الفقيرة ضعيفة لا حلل ولا قوة والشيخ العجوز الذي ليس له أجر تقاعد في المستوى بعد المفهوم أو أولاد يتكفلون بحتى مماته سيكون مصيره الطياء ليست لديه الصحة والشباب ليخرج للحياة يجلب له ما يقتعت به وفي وضعية تحتاج الشوق الرعاية لأن مسؤولية المجتمع النساء المطلقات أو الأرامل أو الأمهات العازبات أيضا والشيوخ العجزة والأطفال دوي الاحتياجات الخاصة أو أطفال الشوارع المتخلى عنهم بؤساء في المنظومة الاجتماعية بؤساء بعد المفهوم أن لا حول لهم ولا قوة لا معين ولا معين ولا رحيم هدفه ليس شاعر الحمراء وحده الذي كتب عن ظاهرة البؤس في المجتمع خصوصا أنه من موالي تسعمائة أو ألف وتوفي خمسة وخمسون تسعمائة أو ألف وقد عاين وشاهد الأزمات الاقتصادية التي عارفها العالم ومخلفاتها من تدمير البنية التحتية الاقتصادية للمجتمعات ككل فولدت في العالم المجاعة المجاعة فبدأ بزوغ نماذج بئيسة كتب عنها الأدباء هناك رواية ذكتور هيجو للبؤساء تشرح وضعية البؤساء في المجتمع الفرنسي في أهد نابوليون وحسا المنفلطي في مصر كتب عن المؤساء طه حسين جسدها في رواياته سيداتي الأيام وكتير من رواياته يعني المجتمعات العربية الإسلامية هي التي عانت من ويلات الحروب والأمراض والأوبئة فخلفت دواهر إجتماعية أطرت على الهرم الإجتماعي فنتج هذا نوع من الأفراد الذين يعيشون وضعية مزلية في الحقيقة هي عار وصفة عار على جبين المجتمعات لا أطيل عليكم سنعود إلى إنجاز القصيدة وتحليلها تأطير النص عرفنا في بداية الدرس صاحب النص مصدر النص مقتطف من ديوان شاعر الحمراء نوعية النص النص عبارة عن قصيدة شعرية عمودية ذات روي موحد يعني روي ديالها و لامية ممكننا نسميها لامية موحد دو دلالة وبعد إجتماعي يعني القصيدة دات بعد اجتماعي ملاحظة النص العنوان عبارة عن جملة فعلية سعلها محدوف اتقوا الله في البؤثاء دلاليا العنوان عبارة عن صرخة لينتبه الأغنياء إلى فقرائهم والإحساس بمعاناة البؤثاء بداية النص استنكار الشاعر في بداية قصيدته على فرجة المجتمع على أفراد مجتمعه البؤثاء منه الذين يموتون جوعا نهاية النص يحط الشاعر على ضرورة الإحسان إلى البؤثاء لأن الله إن أرادك أن تعيش نفس الإحساس كان له الأمر لذلك فسي فسيكون فرضيس النص نفترض أن الشاعر سيصف لنا معاناة البؤثاء ودعوته للأغنياء في مد المساعدة لهم فهم النص إضاحات لغوية بعد النماذج تقضي تهلك النوال العطاء دأبه جده النحب هو هو البكاء نقول النحيب البكاء وهنا النحب في القصيدة يعني به الأجل النهاية الأطلال يا الآتار مضمون النص تتحدث القصيدة عن معاناة فئة معينة من المجتمع تعاني التهميش والفقر مما ولد لديها الإحساس بالقهر والألم نتيجة البؤس الذي تعيش فيه والشاعر يدعون إلى الإحسان إليهم ومد العون لهم والرأف بهم تقسيم النص إلى فقرات من البيت الأول إلى البيت الرابع استغرام الكاتب والسنكار من تهميش الفقراء البؤساء للمجتمع من البيت الخامس إلى البيت العاشر حزن الشاعر على بؤس الأرامل والشيوخ والأطفال الزقر الأخير من البيت حادي عشر إلى البيت الثالث عشر دعوة الشاعر إلى توجه والالتفات إلى المؤساء وأن نحسن إليهم كما أحسن الله إلى خلقه فرأف بهم الحقل الحقل الدلالية الله الله إخواننا في الله كريم واهب مفضل العلاقة بين الحقلين علاقة الترابط متين إذ أن كل من ما هو اجتماعي معظم أسسهم ابنية على قواعد دينية فاستغل الشاعر الجانب الديني للالتفاة إلى البؤساء والرحمة بهم انطلاقا من مبادئ الدين التي تدعو إلى الرحمة ونبد الظلم والتعاون والإحساس بالفقير أساليب النص وظف الشاعر مجموعة من الأساليب الاستفهام كيف المآل هل لديكم نوال وقد استخدم الشاعر الاستفهام للتساؤل والحيرة والتعجب من موقف الأغنياء للس الانتباه إلى وضع البؤساء وثخر التشبيه ليضفي على قصيدة جمالية البلاغة والفصحة مثل الأشباح تفانى جسمهم فكأنهم لشحوبهم أطلال يعني المشبه هو الأشباح المشبه به أطلال الأداث كأن وجه الشبه الشحوب وكذلك سيغة المبالغة للتوضيح والإطارة مثل هطال قتال فعال نوال وضف ذلك للدلالة على هول المأساس ومرارة العيش التي يعاني منها أو يتدوقها تلك البؤثة إن صح التعبير الطباق ومعنى الطباق هو إيتيان بلفظ وضده الإدبار والإقبال قيمة النص بما أن النص مندرج في مجال الاجتماعي فهو حتما يتضمن قيمة اجتماعية إنسانية تتمثل في الرحمة والدعوة إلى التضامن والتأذر مع البؤثة التركب استهل الشاعر قصيدته باستنكاره لموقف المجتمع الإقصائي لهذه الفئة الاجتماعية التي تعيش وضعية مزرية أغرقتها في البؤث فولدت لديها الضياع والألم والمعاناة من ضيق الحياة وصعوبتها ذاكرا أمثلة حية من الواقع المعيش كمعاناة المرأة الأرملة التي تمد يديها لإطعام صغارها تتسول صغارها الضعاف وحالة الشيوخ والعززة وانكسارهم بعدما فقدوا الصحة والأولاد داعيا المعنيين بالأمر بالتضامن والتعاون ووضف وطلب بتضافر الجهود حتى يخرج المجتمع بنتيجة لرعاية أولئك البؤسة ويخفف عنهم دائقة العيش وتوفير لهم الأمن والأمان وهي مسؤولية المجتمع للقضاء على الفقر والبطالة والجهل وتوفير الأمن الغدائي والأمن النفسي كالاستقرار والعيش الكريم لهؤلاء الناس إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في نص قرائي جديد وشكرا على دعمكم وإخلاصكم ووفائكم وفقكم الله ودمتم في رعايته سالمين اشتركوا في القناة